مرحبا طلاب شلونكم و أخباركم يارب تكونون بخير اليوم رجعنا لكم نكمل موضوع معادلة المماس اللي بدأنا به بالدرس اللي فات فإحنا كتبنا خطوات الحل وحلينا على موضوع معادلة المماس شي مثالياً وليوم راح نكمل العمثل امالات الكتاب وتمارينه فأريدكم تكونون نبهينوا ياي والذكروني بخطوات الحل اللي مرت علينا بالفيديو والذي سبق يلا حتى ألقى معادلة المماس شوفوناش طالب من عندي قالجد معادلة المماس والعمود عالمماس هذا رأيض معادلتين معادلة المماس ومعادلة العامود على المماس عادي واحد قال اني مراحها تخربط خلينا بمعادلة المماس والله كريم رفiah المعادلة الثانية اللي هي العامود على المماس لأن أصلاً ما نعرفها شني وش تحتاج زين خلونا بموضوعنا اللي هو معادلة المماس شي يحتاج من عندنا يحتاج من عندنا نقطة وميل زين النقطة يا ترى موجودة لولا تقولون للأسف ما موجودة نقطة بس أنت نعطينا قيمة الواي زين إذا نطيتكم قيمة الواي تقولون عادي إحنا راح نعوضها ونطلع لك قيمة الاكس إذن خلونا بأول خطوة شلون نلقى النقطة تعالوا بمكان هاي الواي راح أشيلها وش أخلي خمسة لأنه نعطينا الواي خمسة ومنا ش عدنا؟ عدنا ثنين اكس زائد واحد هاي لثلاثة ناقص اكس تنزل طبعاً أكو بيهم أنطي واي راح يعوضوا بمكان الاكس ما دري يعني شون تمام؟ هي واي تعوضها بمكان الواي زين يؤدينا إلى أنه هاي مقامها واحد نضرب الوسطين بالطرفين اش راح يصير عدنا؟ واحد في ثنين اكس اثنين اكس واحد في واحد 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 ويساوي خمسة في ثلاثة وخمسطعش خمسة في سالب اكس سالب خمسة اكس وهس ش نسوي؟ تقول لي هاي صارت معادلة من الدرجة الأولى أخذناها وقلنا أي معادلة من الدرجة الأولى نعزل يعني الاثنين اكس راح أخليها بمكانها أجيب السالب خمسة اكس يمهش راح تصير موجب خمسة اكس زين منها ش بقاننا بعد المساواة؟ بقاننا خمسطعش أنقل الواحدة وديه هناك بعد الاخمسطعش يصير ناقص واحد عزلنا هسا ثنين اكس زاد خمسة اكس سبعة اكس تمام؟ وخمسطعش ناقص واحد هاي ما بقاننا شي نطلع الـ اكس بقاننا بس سبعة يم الـ اكس لازم أقسم المعادلة كلها على سبعة فراح يصير عندي الـ اكس يساوي اثنين هسا آني لقيت النقطة لذلك راح اكتب النقطة هي قيمة الـ اكس اللي هي اثنين دير بالك الـ اكس دائما بالبداية وقيمة الـ واي اللي هو ناطين ياه خمسة هاي قيمة منه قيمة الـ واي مو عبالك والله هاي انطيتك ياه لازم تخليه بس أكس اللي هي بالبداية لا الـ اكس وبعدين الـ واي انتهينا من الخطوة الأولى الخطوة الثانية بمعادلة المماس شنو طلاب اتقولوا اللي الميل زين الميل شلون نلقى بمعادلة المماس اتقولون من المشتقة زين خلونا نروح نشتق الدالة راح اجي اشتق الدالة هاي هاي دالة كسرية ايه الدالة الكسرية احنا نعرف نشتقها حسب القاعدة مالتها المقام ينزل لذلك انتش قد ما ضابط قواعد الاشتقاق راح تضبط هذا الفصل المقام ينزل في مشتقة البسط اللي هي مني اثنين بس لان الواحد مشتقة صفر ناقص البسط هالمرة ينزل اللي هو اثنين اكس زائد واحد في مشتقة المقام اللي هي فقط سالب واحد على المقام نفسه بس شنو بس تربيع تمام هس انا حصلت على المشتقة زين خلونا نروح نعوذ بالمشتقة على مود انطلع الميل ليش الميل اجدخل بالمشتقة لا امو الميل هو نفسه المشتقة بس عند قيمة اكس اللي لقناها اثنين زين تعالوا بالله تانعوذ فراح تصير عدنا ثلاثة بمكان الاكس قيمتها شقد اثنين في اثنين ناقص اثنين في اثنين زائد واحد في سالب واحد هذا على ثلاثة ناقص اثنين الكل تربيع ويساوي باوعوا لي هنا طلاب ثلاثة ناقص اثنين واحد واحد في اثنين اثنين حلو ناقص اثنين في اثنين اربعة زاد واحد خمسة في هذا السالب واحد الموجود وهنا ثلاثة ناقص اثنين واحد بس تربيع زين بلا تعالوا هاي اثنين تنزل السالب في السالب موجب الاولوية للضرب خمسة في واحد خمسة واحد تربيع واحد اذا سبعة على واحد سبعة هذا منه هذا ميل المماس زين لي اش تقول علي ميل المماس يعني هش لا مو هو انتبه لي احنا عندنا ميل المماس وعندنا ميل للعام ودميان فهساني طلعت الميل ما للمماس يعني راح اروح اكتب معادلة المماس معادلة المماس قانونها واي ناقص واي ون يساوي الميل اكس ناقص اكس ون تقول لي حلو زين الواي تنزل هي انا رايد معادلة الواي ون عوض بمكانة خمسة تمام والميل هستونا طلعناه سبعة اكس ناقص الاكس وانش قد اثنين هياثا هسا بس ابسط المعادلة وهي هي هاي واي ناقص خمسة تنزل سبعة في اكس سبعة اكس سبعة في سالب اثنين سالب اربعة عشر ابسطها اكثر الواي اعوف اهنا اجيب السبعة اكس مننا تصير سالب سبعة اكس اجيب السالب اربعة عشر هم مننا يصير موجب اربعة عشر موجب اربعة عشر وسالب خمسة موجودة اصلا هينطرحون يصيرون موجب تسعة طلابي هسا هاي اللي طلعت الكم اياها هاي معادلة منه المماس معادلة منه المماس هو طلب من عندي معادلتي يعني معادلتي المماس ومعادلتي العامود على المماس العامود على المماس خلوها بالكم هنا الميل العامود ايه منه ميلي العمود هو نفس ميلي الأصلي أوجلينا ما أقول هل هو مقلوب مقلوب الميلي الأصلي عكس الإشارة إذرا هو مقلوب الميلي الأصلي عكس الإشارة زين الميلي الأصلي قلقة طلعلها ؟ ميلي الأصلي 7 طيب هل ستحدث على قلبه願ين يصبح 1 على 7 وعلينا قلقة أنا قلقة لو قلقة لقد فنقذ Cub بعدها قلقة لك عكس الإشارة تقول لي يعني راح يصير سالب يعني هم تقلبه وهم عكس الإشارة هسه ترجع تكتب لي معادلة العامود من جديد Y-Y1 يساوي الميل X-X1 زين شنو اللي تغير عدنا ما تغير عدنا شي بس الميل تغير تقول لي بسيطة إذا بس الميل هسه إحنا عدنا Y-Y1 اللي هي 5 يساوي الميل طبعا راح أستخدم ميل العامود لأن هسه دا أطلع معادلة العامود وX-X1 اللي هي 2 تمام ثلما اتفقنا بالفيديو اللي سبق بأن هذا العدد 7 ينظر ببذولي حيصير 7-Y-35 منها هذا العدد اللي بالبسط ينظر ببذولي حيصير سالب X موجة بثنين وبهالشكل هذا احنا لقينا معادلة العامود بس نبسطها يعني 7-Y راح أخليها بالبداية سالب X تيجي منها تصير موجة بX هاي سالب X نقلتها الموجة بثنين حتى النقل سصير سالب بثنين واني عندي هنا سالب 35 يعني سالب 37 يساوي 0 هي هاي معادلة منه معادلة العامود على المماس وخلوني أعللكم سؤال آخر هو هم موجود ضمن أمثلتي الكتاب المثال هذا شي يقول يقول جد معادلة المماس للدالة هاي للمنحنة هذا عند نقطة تقاطعه مع محور السيناء عسك انت راح تقوللي أقولك انت مو قلت أن النقطة لازم موجودة قلت لك لا انا ما قلت لك النقطة لازم موجودة اقول لك لو ينطيك اها جاهزة لو ينطيك الـ X انت تعوض وتلقى الـ Y لو ينطيك الـ Y انت تعوض وتلقى الـ X تقولي بس هسا لا持ت نقطة ولا اكو X ولا اكو Y لا منطيك الـ X بس انت ماذا تشوفها وين منطينيها بس قاللك عند نقطة تقاطعه مع محور السينات ويعني شنو هاي شوف خليها ببالك ملاحظة التقاطع مع محور السينات دائما الواي أعتبرها صفر هذه مع محور منه السينات طلابي أتوقع هنا التقاطع صاير مع محور الصادات الصادات وليس السينات المثال الموجود بالكتاب زين والتقاطع مع الصادات الاكس يساوي انه صفر هاي الملاحظة خليها ببالك ما تخص الموضوع هذا تخص اي موضوع انت بي تمام تمام هسه هو ش قال لي هنا قال لي رايد معادلة المماس عند التقاطع مع محور الصادات هذا مثال الكتاب زين انا شراح اقول لي اقول لي عيني بما ان التقاطع ما دام التقاطع مع محور الصادات اذا شي اكيد الاكس صفر لذلك انا قلت لك الاكس موجودة بس انت ماذا شوها زين لو قلت لك التقاطع مع محور الصادات شان قلت لي بالعكس الاكس هي الصفر عفوا يمكن صار التباس بالموضوع حتى اعيدلكم اذا قال لي التقاطع مع محور الصينات اعتبر الواي صفر واذا قال لي التقاطع مع محور الصادات اعتبر الاكس صفر واحد قال اريد افهم افهم لمن حقك باول اذا النقطة صايرة على محور الصينات معناتها الواي مالتها شنو صفر اما اذا النقطة صايرة على محور الصادات فشي اكيد الاكس مالتها هي الصفر هسه هو بالسؤال اش قايل لي قايل لي التقاطع مع محور الصادات حلو هسه الاكس احنا طلعناها مو تمام اتقول لي تمام هسه ما دام عندنا الاكس نقدر نعوضها بالدالة ونطلع الواي الولا اتقول لي شون ما نقدر هاي صفر تربيع زائد واحد دعوض بالدالة صفر تربيع صفر زائد واحد يساوي واحد اذا النقطة اصبحت عدنا قيمة الاكس اللي هي صفر وقيمة الواي اللي انا طلعتها واحد هاي الخطوة رقم واحد خطوة رقم اثنين احتاج الميل الميل من هنا نجيبه تقول لي هناك موضوع معادلة المماس الميل نجيبه من المشتقة واني ما عندي مشتقة رح اشتق شقد مشتقت الدالة تقول لي اثنين اكس الحمد لله هاي دالة سهلة اشتقاقها مو صعب زين شتسوب المشتقة تقول لي اريد اعوض بيها ليش لان الميل هو نفس المشتقة شتعوض بيها تعوض بيها قيمة الاكس اللي هي بصفر فيصير اثنين في صفر ويساوي انه صفر هذا منه هذا ميل المماس خطوة الثالثة والاخيرة اطبق القانون مع المعادلة المماس شي يقول القانون واي ناقص واي ون يساوي الميل اكس ناقص اكس ون تمام واي ناقص واي ون واي ون شقد واحد يساوي الميل اللي هو صفر في اكس ناقص اكس ون اللي هي هم صفر تمام لانهاي اكس واي خلنا نقول اكس ون واي ون زين صفر في هذا القوس تقول لي هذا شراحي بقي بها صفر اذا هاي اللي طلعت هي مني هي معادلة المماس معادلة المماس لا تنسون طلاب هاي الملاحظة اللي ذكرناها وقلنا لكم التقاطع مع محور السينات يعني الواي بصفر والتقاطع مع الصادات يعني الاكس بصفر فهنا بس يذكر لي هاي الكلمة انا مباشرة اعرف الاكس شقد لا تنسونا اعزائي تشتركون وتشاركون واذا اعجبكم الفيديو لايك وحاولوا تنشروا الرافط القناة حتى يوصل الكل الاصدقاء السلام عليكم ورحمة الله